كولر مش عاوزه ومقتنع بمودست وشايف إن شريف مش هيقدم للأهل كتير مفجأة غير متوقعة في ملف عودة محمد شريف للقلعة الحمراء يا ترى إيه الحكاية؟ جد الكبير الساعات اللي فاتت بعد الكلام عن اقتراب محمد شريف لاعب القلعة الحمراء السابق ونادي الخليج السعودي العالي من العودة مرة تانية للنادي الأهلي خصوصاً بعد الانتقادات الكبيرة اللي توجهت لأنتاني مودست بسبب عدم إقناعه للجمهور بمستوى ده غير كمان عدم مشاركة كهرباء باستمرار مع الأهلي عشان كده في تفكير لمجلس الإدارة بالبحث عن مهاجم مع وسام أبو علي طبعاً تفكير الأهلي اتجه للشريف اللي كان أحد هدافي القلعة الحمراء ورحيله عن الأهلي كان بسبب عدم المشاركة باستمرار والخلافات مع كولر وبدأ مجلس الإدارة في إنه يتكلم مع كولر عن إمكانية عودة شريف مرة تانية لكن هنا كانت المفاجأة كولر رفض بشكل نهائي عودة شريف للقلعة الحمراء الإعلامي محمد الليسي كشف مفاجأة عن حقيقة عودة شريف مهاجم الفريق السابق للقلعة الحمراء في الموسم المقبل الليسي قال في تصريحاته إن الأهلي طلقت اتصالات خلال الفترة الماضية بشأن اقتراب انتهاء تجربة شريف في الدور السعودي ورغبة اللاعف العودة للدور المصري عبر بوابة الأهلي وتم طرح الأمر على كولر لكن الأخير رفض وكشف كمان الليسي مفاجأة مسيرة وقال إن المدير الفني السويسري حسب ما أقفه بشكل سريع ونهائي بشأن عودة شريف وأكده إنه لا يحتاج لجهوده لأنه هو اللي طلب الاستغناء عن اللاعب في الصيف اللي فات نهائياً وليس على سبيل الإعارة لأسباب فنية كولر رفض تجديد عقد شريف مع نهاية الموسم الماضي على إنه يرحل اللاعب على سبيل الإعارة وتمسك برحيله نهائياً عشان كده من المستحيل عودة شريف للأهلي الموسم الجاي رغم إن المدير الفني طلب تدعيم هجوم الفريق بعد الاتفاق على رحيم الفرنسي أنتوني مودست بنهاية الموسم الحالي محمد شريف رحل عن نادي الأهلي الصيف اللي فات ورح لنادي الخليج بعقده مدته موسمين مقابل مليون وستمائة ألف دولار بجانب حصول الأهلي على 15% من إعادة بيع اللاعب لأي نادي تاني وفيه بند في العقد بينص على منح الأهلي الأولوية في ضم شريف وده حال عودة شريف للدور المصري بس محمد شريف كان لي تصريحات مسيرة الساعات اللي فاتت اتكلم فيها عن التحديات اللي بتقبلوه وقال حسيت بحالة حزن من استبعادي من قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية كان نفسي أتواجد في البطولة وكنت حاسس إني قريب من القيمة لكن رضيت بقرار المدرب اتكلم شريف كمان عن إمكانية التعاقد مع نادي الزمالك وقال أنا بحترم نادي الزمالك وجماهيره ومغلطش في حق النادي زي ما صور البعض عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي حصل إني كنت برد على سؤال إذا تم وضعي في اختيار بين الأهلي والزمالك قلت إني مش هلعب غير للأهلي ومش هكون مرتاح في أي نادي مصري تاني وده قراري قراري الأول والأخير هو عدم اللعب مع نادي الزمالك لأنه هيكون أمر صعب وأكيد فيه مفاوضات معلو كلاء من الزمالك لضمي اشتركوا في القناة